النهاردة على عجالة كده هكلمكم في حاجة شغلة ناس كتير قوي الفترة دي وهي ظهور المتوفى حي في المنام ناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده وناس كتير قوي بتسأل ان حد جالي في المنام وهو حي فانا شايفة ان هو حي او حاسة ان هو اندفن حي طب هل ده حقيقي ولا لأ هنشوف اولا ظهور المتوفى في المنام بيكون دايما رسالة دايما بيكون رسالة لان هو في دار الحق واحنا في دار الباطل فهو بيبقى جاي لنا برسالة معينة من دار الحق ايه هي الرسالة دي على حسب احداث المنام وعلى حسب كلام المتوفى او حالته الجسدية حالته العامة يعني هو جاي عامل ازاي شكله اصغر مما كان في الحقيقة شكله مثلا هو كان في الحقيقة توفى وهو مريض طب هو جاي وهو مريض ولا جاي وهو سليم بتفرق جدا طب اولا لو المنام ده في خلال الاربعين يوم او الاربعين يوم للمتوفى بيكون طبعا الحالة النفسية صعبة جدا للشخص وبيكون ان هو فاقد شخص عزيز عليه وزعلان عليه جدا فدي ممكن تكون من حديث النفس ان هو نفسه يشوفه او مثلا ان هو لسه مش مستوعب ان ده بقى خلاص بعيد عنه وان هو توفى وان هو مش هيبقى موجود تاني الكلام اللي بيجي به المتوفى كلام حق يعني لو هو جاي بيكلمك في حاجة الرسالة بتاعته دي لازم تاخد بها جدا لو جاي المتوفى ده مثلا بيعمل حاجة كويسة بيتصدق او بيطلب منك صدقة او مثلا بيقولك روح اطعم فلان او اسأل على فلان بيبقى دي حاجات انت نفسك تعملها او انت حقيقي بتعملها في الحقيقة فبيبقى كده انت على صالح من اعمالك او على عمل صالح او مثلا ان انت كده طريقك اللي انت بتماشي فيه سليم طيب لو المتوفى ده جاي وبيعمل حاجة هو اللي بيعمل حاجة مش صح ده معناه على حالتك انت يعني انت اللي بتعمل الحاجة دي وهو بينهك عنها او بينهك ان انت تعملها خالص ما بيبقاش للمتوفى علاقة بيها نهائي جالنا المتوفى بيقتل جالنا المتوفى بيغتاب جالنا المتوفى بيعمل اي حاجة ده بيبقى حال الرائي مش حال المتوفى خالص طيب لو المتوفى ده جالنا مثلا بينبش في الكبور او مثلا بينبش في القبر بتاعه عاوز يفتحه ده مش معناه انه هو حي خالص ده معناه انه هو في حاجة عاوزك انت تعرفها سر او مثلا وصية وصى بيها حد والحد ده ما عملش بيها او بيقولك مثلا انه عليه دين وعايز الدين دوت يتسد او مثلا بيقولك انه فيه صلة رحم معينة عايزك تصلها وهكذا يعني النبش هنا معناه انه بيبلغك بحاجة طيب لو شفنا المتوفة ده على حالة كويسة يعني مثلا جيل متوفة شفناه انه هو صحته كويسة مش تعبان مش مريض ده بيدل على ان حاله ما شاء الله لقوة الا بيلاقي حسن جدا في الاخرى انه شايف من النعيم اللي احنا مش شايفينه شايف حاجة كويسة شايف ايامه الحلوة اللي ما شافاش في الدنيا تمام فلما جيلنا المتوفة كده ده بيكون عند ربه حي يرزق فما بنقلقش خالص امتى بنقلق؟ لو المتوفة ده جالنا وهو مريض دي الحاجة الوحيدة اللي بيكون عليها حال المتوفة مش حال الرائي يعني احنا لسه قيلين ان حال الرائي لو المتوفة بيعمل عمل صالح او عمل سيء لكن لو المتوفة ده جالنا مريض ده بيكون حال المتوفة نفسه بمعنى جه رجله واجعاه يبقى كده انت اللي فيه طريق مش حلو ماشي فيه او فيه مثلا قطيع الصلة الرحم بينك وبين اخه لو جه مثلا وبيشتكي من بطنه ده معنى ان فيه مشاكل هتحصل بين الليلة وبعدها لو مثلا بيشتكي من راسه معنى ان فيه مشكلة كبيرة وهو لو موجود ما كانش هيقبل ان ده يحصل وده عادة بيبقى حاجة بين اخواته او اولاده في بيته طيب لو المتوفة جالنا وهو مثلا عينه تعباه معنى ان فيه درجات خير ونعيم هو مش شايفها فدي لازمها صدقات واكتر حاجة وبيننوه عنها ولازم كل مرة نقولها ان لما نشوف متوفة في المنام لازم نقوم نخرج له صدقة وندعيله لان هو بيفكرنا بنفسه زي ما بيفكرنا ان فيه آخرة وفيه التعوذ